منصات التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين فهي تعمل على تسهيل وتبسيط المعلومات لدى المواطنين وسرعة التواصل مع الآخرين في مختلف الدول ولكن لها أدرارها فظهر ذلك التفكك الأسري جليا في الأونة الأخيرة بنسب كبيرة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي لذا حرست جمعية المنتدى الاستراتيجي على إقامة ندوة للحد من مخاطر منصات التواصل الاجتماعية المزيد في التقرير التالي نظمت جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بالتعاون مع أحد النوادي بالجيزة ندوة بعنوان التعايش الأسري والسلام الاجتماعي في عصر السوشال ميديا نحن نستضيف الندوات التي تبقى حديث الساعة طبعاً ما فيش حد ينكر السوشال ميديا وتأثيرها حالياً على كل أفراد المجتمع مش أفراد الأسرة بس طبعاً نحن نجيب ناس متخصصة تتكلم أسات زادة كاترة كل واحد في تخصصه يتكلم فيقدر يقنع الحاضرين بالصح إيه والنحية العلمية فيه إيه ويتعالج إزاي؟ طبعاً السوشال ميديا والفيسبوك من أكثر الوسائل استخداماً بين جميع الأسر بنقول إن دلوقتي ده أصبح بيشكل تهديد مباشر للأسر المصرية لماذا؟ الحقيقة لأن طبعاً زيادة الاستخدام بتؤدي إلى إدمان الإنترنت بشكل كبير جداً إدمان هذه الوسائل بشكل كبير جداً سببت ما يسمى بالعزلة الاجتماعية وأيضاً سببت الاكتئاب وتسبب أيضاً التطلعات الكبيرة للأزواج والزوجات وبالتالي بيحدث هناك انفصال بين أفراد الأسرة الوحدة التعليم هو تربية الأطفال على التفكير النقدي فهناك الكثير من المعلومات المغلوطة يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث شدد القائمون على الندوة على أنه لا يجب استقبال مثل هذه المعلومات مباشرة ولكن يتم تنقيحها حتى يمكن الحصول على المعلومة الصحيحة أنا بعد أسمع شيء يقولك ده كل الناس بتقول يعني إيه كل الناس بتقول أكبرك بقى في نوع من التعميم والتصطيح للوعي إنما لو إحنا ربينا أولادنا من دلوقتي في الزات التعليم على ملكة التفكير النقدي هوا هيبقى فلتر للمعلومة اللي جاية له أظنني ده أسمع من الأمان الأساسي طبعاً بالإضافة إلى بقى أن إحنا يعني في بيوتنا التركيز على منظومة القيم أطفال الشوارع هم جزء من المجتمع بتاعنا إن ما قدرناش نسيطر عليهم بيعتبروا قمبلة موقوطة في المجتمع السوشيال ميديا هم هيسيبوا الإجابات بتاعتها وهياخدوا السلبيات السلبيات دي ممكن تضر المجتمع إذا من باب أولى من كل السوشيال ميديا وإذا كنا عايزين نخلي فيه مجتمع صالح وجيد في العصر بتاعنا لازم ننظر نظرة شاملة لأطفال الشوارع ضرورة التواصل بين أفراد الأسرة ليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حزب بل بالاتصال المباشر ومراقبة ما يتصفحه الأبناء وتحديد ساعات معينة للتصفح عبر الإنترنت هذه كانت من أهم أهداف الندوة